إذا وضعنا قاعدة التبرير أمام الله أعمال الإنسان لصار من المحتم أن يفتخر الإنسان هقول تاني لو جعلنا القاعدة قاعدة التبرير أمام الله هي أعمال الإنسان يعني معرفش أعتقد أن كلامي واضح لكن بتخيل عشر أشخاص هم المخلوقات أمام الله ربنا قال لهم روحوا اتبرروا بالأعمال هيرجعوا العشرة كل واحد عامل حجم من الأعمال أكيد يختلف عن الآخر تعالوا نناقش قضية اللي طلع الأول على العشرة يقينا عندما تظهر النتيجة ويكتشف أنه بمقييس الله هو الأفضل في هؤلاء العشرة سيشعر أنه حظى برضى الله ووصل إلى التبرر أمام الله لأنه الأفضل هذا هو الافتخار وهذا أحبائي يتنافى تماما مع طبيعة الله ومع ما ينبغي أن يكون عليه المخلوق أمام الخالق أنا هروح قدام الله مطمئن لسبب أنه البدلة اللي هلبسها وظهر بيها قدامه ليست صناعتي بل صناعته وأقوله فرضا مستحيلا مجاز غير وارد على الإطلاق أن يتحقك إذا طلع عيب في البدلة أقوله مش أنا اللي عمله لكن أنت اللي عمله ما الذي يبعث في الطمأنينة أني أتبرر عند الله أن البر الذي سأظهر به أمام الله ليس إنتاجي بل إنتاجه اسمه في رسالة رمية بر الله وفي هذه الأعداد الخمسة اللي أرناها وظهرت أمامنا لأن الله واحد هو الذي سيبرر فأنا لم أبرر نفسي أنا أدنت نفسي أنا أعلنت استحقاقي لغضب الله ودينونة الله أنا استذنبت نفسي وأدنت نفسي فبررني الله لكن أحبائي أيضا أؤكد أنه لا افتخار لأن الافتخار لا يليق في علاقة الإنسان بالإنسان وإذا اعتمدنا قاعدة الأعمال الصالحة أنها هي القاعدة التي بها يتبرر الإنسان أمام الله لحتمنا أن هناك إنسان سيفتخر على إنسان أكيد طالما أنه عمل أفضل من غيره وهو يعيش مع غيره لا بد أنه سيشعر أنه الأفضل يمكن ما يروحش يقول له أنا الأفضل لكن شعور داخلي باطني يجعله يشعر بأنه الأفضل وأعتقد أن هذا بيوضح كتير في أن من يريدون أن يتبرروا على مبدأ الأعمال تجدهم كثير الإدانة للآخرين تجدهم لا يعرفون معنى الرحمة والشفقة على الخطاط المذنبين تجدهم يمسكون بالحجارة ويرجون أن يرجموا المذنب ويكونوا أول الراجمين إنهم يجرحون الناس بنظرات الاستهجان والإدانة وكلمات الاستذناب وفي قلوبهم مشاعر دائمة الشعور بأنهم أفضل من غيرهم إن اعتماد هذه القاعدة أن يتبرر الإنسان على أساس أعماله تملأ الإنسان بالإفتخار على أخيه الإنسان وأخيرا أحبائي أقول ماذا كانت الحاجة لموت المسيح لو كان الإنسان يستطيع أن يتبرر بأعماله إن التبرير بالإيمان ينفي الإفتخار اشتركوا في القناة